الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم والذين يكنزون الذهب والفرة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ظهورهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حقائق الكون مثل النور بسيطة واضحة للجميع الحقيقة الكبرى الأولى أن لنا ربا هو الذي خلقنا هو الذي رزقنا هو الذي يميتنا هو الذي يحيينا هو الذي اتخذ قرار وجودنا في هذه الحياة وهو الذي يتخذ قرار رحيلنا عنها من دون إرادة مننا لا في الولادة ولا في الوفاة لا أحد يستشيرك قبل أن تولد ولا أحد يستشيرك بعد أن ترحل الحقيقة الثانية أن ربنا يريد الخير لنا هو خير مطلق وليس بظلام للعبيد ويريد الخير لك ولجميع من خلق الحقيقة الثالثة أن لنا عدوا وأن هذا العدو أساليبه خبيثة خفية يأتيك في صورة الصديق وهو عدو الحقيقة الأخرى أيضا أن هذا العدو يركب مراكب شهواتنا ورغباتنا يعني يأتيك في صورة الصديق ويقول لك أن هذا فيه شهوتك فيه رغبتك وفعلا يركب مراكب شهوات الإنسان ويركب مراكب رغباته ثم أن الحيوانات التي تشبهنا كثيرا وهي أقرب الموجودات إلينا هذه في كل الشيء محدودة يعني الحيوان حينما يأتي إلى هذه الحياة رغباته محدودة شهواته محدودة لكن الإنسان رغباته وشهواته بلا حدود بلا حدود مثلا الحيوانات الكاسرة التي نسميها بالمتوحشة سميها بالكاسرة سميها ما شئت مثل الأسد مثل النيمر مثل هذه الحيوانات هي تبحث عن طعامها وحينما تهجم على الضحية لأنها جائعة وتريد أن تأكل لكن إذا شبعت لا تبحث عن كل ضحية لتقتله وتقضي عليه تريد أن تأكل فهي إذن تصيد الحيوانات وتصيد البشر أما الإنسان فشهوته في القتل شهوة عارمة بلا حدود بلا حدود الحيوان في كل رغباته وشهواته وما يريد فهو محدود الله أعطاه الغريزة وهو يتبع الغريزة ولا يخالف الغريزة وكذلك بقية الكائنات هذا النور له قوانينه الثابتة في الفيزياء النور يمشي في طريق مستقيم النور لا يلتوي في العادة طبعا لا يلتوي له قوانين ثابتة لا تتغير لا تتبدل النحل مثلا وهو الذي يضرب الله به المثل في كتابه الكريم ويضرب المثل بالعسل وهو إنتاج النحل هذا النحل ينتج ما ينتج بناء على غريزته ويبني بيته بناء على غريزته لا يغير لا يبدل منذ ملايين السنوات وربما مئات الملايين لا أعرف بالضبط هذا النحل يبني بيته بشكل سداسي ما يوم من الأيام النحل رح يبني بنايات وعمارات وأبراج لا هذا هو طريقته لا في الخير ولا في الشر الحيوان غير مختار يمشي بناء على غريزته وأوحى ربك إلى النحل هذا الوحي ما معناه رب العالمين تكلم على الوحي أرشداً نحل لا أوحى خلق فيه غريزة والنحل يتبع غريزته كذلك في بقية الكائنات وفي بقية الحيوانات فيما يرتبط بالإنسان غرائزه بلا حدود أطماعه بلا حدود وهذه الحقيقة توقفنا على مسألة وهي أن الإنسان إذا لم يسيطر على نفسه إذا لم يسيطر على شهواته ورغباته فإنها تورده موارد الهلكة يوم اللي تنساق وراء شهواتك ما رح تكتفيه الذين يبحثون عن شهوة النساء لا يكتفون بواحدة ولا إثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر ولا مئة ولا مئة ما يكتفيه وإنما ينساق وراء شهواته ما المانع للإنسان الذي خلقه الله وخلق له كل شيء ما المانع الذي يدفعه إلى أن لا يتبع هذه الحقائق وأن لا يعترف بوجود الله وأنه محاسب على ما يعمل وأنه ممتحن في كل لحظة من لحظات حياته أنت لا قاعد ما تفكر الامتحان وأنت قاعد لا الله يمتحنك أحيانا مع المرأة أحيانا يمتحنك مع المال أحيانا يمتحنك مع الملك هذه الميمات الثلاث ميم المرأة وميم الملك وميم المال لا الآن الله يمتحنك شو اللي يخطط في بالك خواطرك حديث نفسك مع نفسك بماذا تفكر هذا كله أنت محاسب عليه إما أن الله يجازيك خيرا إن كانت نيتك خير وإما يجازيك شرا إن كانت نيتك شرا يعني إذا كنت الآن تهتم بامتحاناتك آخر السنة سيدنا ادعو لنا بالنجاح أقول الله ينجحكم في الآخرة وينجحكم في الدنيا لاتفكر في النجاح ليش لأن تحصل على الشهادة وليش تريد الشهادة لأن تريد تصير طبيب ليش تريد تصير طبيب تبحث عن المال تبحث عن السلطة تبحث عن الشهرة تبحث عن حاجة الناس الناس إليك يعني أنت الآن تحاسب وأنت تمتحن أنت في كل لحظات حياتك رب العالمين يمتحنك جزيلا فالإنسان فالإنسان شهواته ورغباته بلا حدود هذه الشهوات والرغبات هي الحجاب هي المانع للإنسان من أن يتبع هذه الحقائق التي ذكرناها أن له ربا وأن الرب يريد له الخير وأن له عدوا وأن العدو يريد له الشر وأن العدو يأتيها في صورة الصديق وبأساليب ماكرة ويركب مراكب شهواته ولذلك ينساق وراء هذه الأمور يعني ينسى أن له رب ينسى بأن الرب يحاسبه وأن الله يمتحنه ينسى هذه الأمور فينساق وراء شهواته ورغباته يعني خلي أضرب لك مثال هذا المثال ذكره الإمام الحسين في يوم عاشوراء قال ملأت بطونكم من الحرام فأنساكم الشيطان ذكر الله المال هو من حاجات الإنسان الطبيعي الأولية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث والخيل المسومة إلى آخره الله زين للناس حب الشهوات هذا الشيط طبيعي الله خلق بي الشهوة لكن مو خلق بي الشهوة حتى أطيع الشهوة وأعصي ربي مو خلق في الرغبة حتى أطيع الرغبة وأنسى أنني محاسب وأنني معاقب أو مجازى حسناً إن قمت بالأعمال الحسنة ننسى هذا الشيء يقال أن رجلاً كان يبحث دائماً أن يربح يا نصيب وكان دائماً يذكر لجماعته يومية كان يشتري لورقة يا نصيب بل كبصت فيربح لفرد مليون فيما يوم الأيام سمعوا بأنه ربح فعلاً مليون قالوا لابد اليوم هو فرحان مسرور لأن كله كان كئيب ليشمد أربح راحوا عنده شافوا نفس الحالة قاعدوا كئيب يأفش بيك قال مو ربحت مليون واحد بعد يعجبني مليون يعني إذا حصل على مليونين يقعد راحة لا يبحث عن ثلاث يبحث عن أربع أنتم ترون اليوم أصحاب المليارات اللي يجاوز تجاوز ثروتهم مئة مليار هم مجموعة قليلة تقريباً خمسة ثروة البشرية في الأرض بيد أشخاص لا يتجاوز عددهم سبعة سبعة أدري ما يشفع من المال لا ما يشفع يرغب في المزيد حينما يحصل على مليار حتى طبعاً هذه طبيعة في الإنسان أنا وأنت أم نفس الشيء إلا إذا وقفنا أمام أنفسنا وعاملنا أنفسنا معاملة العدو كما تطالبون الأحاديث والروايات ما نتعامل ويا أنفسنا واندلعها وإنما نقف أمامها أقول لا لنفسيتي لا لرغبتي لا لجهوتي إلا بمقدار ما أحل الله أحل الله لك زوجة واحدة أي شو إياها هذه قضاءك وقدرك وهذا طبعاً في طبيعة الرجال يبحثون عن مرأة واحدة ثم عن ثنتين ثلاثة بحدي أن يمشي في الشارع كله ويدور نسوان ويدور بنات قف أمام شهوتك عندك شهوة في الطعام ما يخالف وكل بمقدار ما تحتاج ليش تأكل أكثر وتصاب بألف مرض وألف علة يعني خلي مسيطر خليك مسيطر على شهواتك ورغباتك وتأكد بأنك لن تشبع من الشهوات والرغبات إلا إذا قررت ذلك شوفوا أضرب لكم مثال مثال بسيط أكفر الدولة هذه الدولة أنا رايح إلها اسمها الرسمي بوروناي دار السلام حتى دار السلام باللغة العربية بوروناي دار السلام هذه دولة مساحتها خمسة آلاف وسبعمية وخمسة وستين كيلومتر يعني نصف لبنان وأقل من نصف الكويت هذه الدولة يحكمها سلطان اسمه السلطان حسن بلقيه وأنا يومي إذا أركب أنزل من الطائرة رأيت قباب من الذهب ورأيت قبة كبيرة من الذهب في جانب وفرد قصر طويل كلش يعني يبين من الجو هذا القصر زين قلت هذا القصر منه؟ قالوا هذا قصر السلطان هذه القباب شنو؟ قالوا هذه القباب هي قباب المساجد مساجدهم قبابها من ذهب كل نفوس هذه الدولة عبارة عن ثلاثمية واحد وثمانين وثلاثمية واحد وسبعين يعني ثلاثمية واحد وثمانين ألف أقل من أربعمائة ألف عدد نفوس هذه الدولة أنا مدى أحكم أنا مدى أقول خير أو شر بس دعبين ملاحظة أقول الإنسان لا يشبع لا من المال ولا من الملك ولا من المرأة قف قدامك يعني خليك تخلي حدود لإشباع هذه الشوات عندك العراق ونفط العراق وشعب العراق والأرض الخصبة في العراق لكنه يرغب في احتلال دولة ثانية مجاورة إلى يريد يزيد من سلطته ما يشبع من السلطان هذه الدولة الاستعمارية التي في يوم من الأيام استعمرت تقريبا ثلاثة أرباع الشعوب الأخرى كانت محتلة من قبلها كانت محتلة ما يشبعون أخذ لها دولة بعد دولة ثانية أخذ لها شعب بعد شعب آخر احتل البلاد والعباد ولم يشبعوا هذا السلطان ثروته الصافية فقط ثلاثين مليار دولار يمتلك من السيارات سبع تالاف سيارة يعني إذا كل يوم يركب له سيارة غير اللي قبل يحتاج له إلى سبعة آلاف يوم وعنده طائرات خاصة مطائرة وحدة وأيضا قصر ضخم هذا عنده فلوسه هواي مرة أنفق على قصة شعره عشرين ألف دولار يعني هذا اللي يمكن ما يحتاج إلا إلى عشر سنتات قصة شعره بعشرين ألف دولار زين عنده طائرة بوينغ سبعمية وسبعة واربعين وقيمتها ثلاثمائة وخمسين مليون وأضاف إليها إضافات من الذهب إلى آخره بقيمة مأة مليون سياراته وهذا الشباب يهتمون بهذه الأشياء سياراته ثلاثمائة وخمسة وستين سيارة فراري مائتين وخمسة وسبعين لمبورغيني مائتين وثمانية وخمسين ستون مارتن مية واثنين وسبعين بوغاتي ميتين وثلاثين بورش ثلاثمائة وخمسين بنتلي ستمية روزرايز أربعمية واربعين سيارة مارسيدس بنز ميتين وخمسة وستين أودي ميتين وسبعة وثلاثين بي أم دابليو ميتين وخمسة وعشرين جاكوار مية وثلاثة وثمانين لاند روزرا ويقال أنه امتلك نصف سيارات فراري المباعة في عام تسعين إلى مائتين خلال عشر سنوات هذا الرجل اشترى نصف سيارات الفراري اللي بيعت في العالم سين يعني أنت تسوة عشر سنة يومية تبدل لك سيارة بعد عندك سيارة ما ركبت بها أما قصره المطلع طبعا بالذهب واسم القصر حلو مثل ما الدولة اسمه بوروناي دار السلام اسم قصره أستان نور الإيمان يمتد على مساحة مليونين قدم مربع وهو أكبر قصر بحسب إحصاءات مجلة جنس للأرقام القياسية مزغرف بقبة ذهبية عيار 22 فيه 1700 غرفة 1700 غرفة في هذا القصر كل واحد على طراز دولة في خمسة مسابح ضخمة و257 حمام 110 قراجات للسيارات نرآ في القصر 564 ثرية فيها 5000 مصباح كهربائي وكعادة الأترياء ما يكتفون بهذه الأشياء عند حديقة حيوانات حيوانات خاصة هذه الحديقة تحتوي على النمور البدقالية معروفة هي غالية جدا تحتوي على 30 نمر بنقالي عدد كبير من الصقور عدد لا يحصى من طيور النحام والكوكاتو وتقدر قيمة القصر بمليار ونصف وهذا الرجل أنا لا أتحدث مقاضي ما رد أحكم عليه وأحكم له أريد أقول لك هذا شهوة الإنسان حتى لو عندك إيمان حتى لو تصلي حتى لو تصوم بس أنت ما رح تكتفي بسيارة وسيارتين ما تكتفي بغرفة وغرفتين إنما تروح وراء شهواتك ورغباتك يستقبلوا في عيد الفطر 110 ألاف شخص يزورون هذا فيما يرتبط بالمال زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطار يقول يقال في معنى القنطار إما هو بلا حدود لأنه بلا حدود كل ما امتلك مالا يريد المزيد وإما عبارة عن جلد البقر هذا يحشون من الذهب والفضة والمجوهرات فعلى كل حال زين للناس ذلك الله ما حرم علينا ما زين لنا لكن وضع لنا حدود مثل ما وضع للحيوانات حدود بالقوة وضع لنا حدود بالمروة أنت حسب حسابك ما اجتمع مال إلا عن بخل أو حرام إما أنت بخيل فتجمع الأموال وإما أنك كسبت هذا المال من حرام فإن تنجمع هذه هذه رواية على كل حال لا أقول أن الذهب حرام والفض حرام وأن تمتلك لكن تمتلك بالحدود المعقولة وليس بلا حدود وإلا فإنك تذهب وراء المال أينما وجد طبعا مو كل الناس معدهم رغبة في امتلاك مثل هذا القصر مثل هذه السيارات مثل هذه الأموال وثلاثين مليار لا أحيانا بعض الناس يبيعون آخرتهم ببصلة رحمة الله على الشيخ الشيخ الكعبي كان يقول بعض الناس يبوق لبصلة البوقة بوقة السرقة سرقة سواء واحد يسرق وطن أو واحد يسرق لبصلة كلاهما يعتبر سارق شعب زار الكعبي كان يقول بعض الناس يبيع آخرت ببصلة يوم المحور عند مال أو المحور عند بطن أو المحور عند المرأة فإذا خلص بأقل الأشياء يبيع آخرت قبل فترة وقعت حادثة مؤلمة جدا لنا جميعا أحد العلماء العاملين الذين يهتمون بالأيتام وعند أيتام كثيرين وكان يراعيهم ومشاريع ومدارس عشرة مدارس هذه أسسها قتل 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 الشنيع قتل من قبل من من قبل أقرب الناس إليه وأحدهم كان يمن عليه مديون ويعطي كل شهر من دينه قتل قتلوه رغبة في المال يعني ارتكبوا هذه الجريمة البشعة في هذه المدينة المباركة مدينة كربلاء المقدسة قتلوه شر قتل للمال بس بس ثمان ثمان مليارات من البشرة ما استطعت كل واحد يكون عند بيت ومن حقه أن يكون عند بيت ولربما من واجبه أن يسعى لكي يكون له بيت يأويه ويأوي عائلته لكن لتروح ورد المزيد وإلا فإن بعض الذين اجتمعوا لقتل الإمام الحسين وجدوا قتلوا طبعا راحوا جهنم قتلوا ووجدوا في الخرج اللي وياه شوية من التمر يعني عبيد الله بن زياد جيس المدينة الكوفة أربع ملايين نسمة نفوسها كلهم سواهم نفير عام من يستطيع أن يحمل السيف أو الرمح أو الحجر حجر يقدر يحمل وياه فليخرج لقتال الحسين ومن يعبى يقتل حتى أنه بعد أن فرغت المدينة مدينة الكوفة من الناس من الشباب وجدوا واحد يتمشى أخذوا ودوا أدعوا بيد الله بن زياد قال شكو عندك مراحة لقتل الحسين قال أنا ما أعرف شو القضية أنا رجل من أهل الشام لي دين على رجل من أهل الكوفة جاي عريد أخذ اللي أنا أطلبه من عنده قال انصبوه فنصبوه شنقوه على بوابة الكوفة قال حتى يصير عبر لغير ليكون واحد شارد ليكون فرد واحد يخالف يعني وما يخرج لقتل الحسين بعضهم أعطوهم فلوس عبيد الله بن زياد بالنسبة لعمر بن سعد وعمر بن سعد من قريش يعني من أقرباء الإمام الحسين هو يقول حسين بن عمي أنا ويا الحسين أقعد تحت منبر أمير المؤمنين والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني كان دور سلطة على مدينة ري حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم الحجرين على كل حال هذا الرجل كان عند الميزان السلطة يعني ربما بعض الناس يبدأ الحياة وهو ويعمل في سبيل ذلك لكن بعد مدة يواش يدخل في التنافس مع الآخرين ما يكتفي ببيت بيتين سبعمية ألف لا يريد المزيد صار مليونير يريد بعد يصير يتنافس ويا الأغنياء مطلوب مننا كما يقول القرآن الكريم وفي ذلك يعني في ثواب الله في العمل للآخرة فليتنافس المتنافسون بعض هؤلاء الجنود جاءوا لقتل الحسين بمقدار من التمر أعطوهم مقدار من التمر يا أبو أنا شن الحاجة إلي شن الحاجة إلي حتى أقاتل الحسين وأصحابه وعددهم اثنين وسبعين قل مية قل ميتين مو أكثر من هذا بيهم أطفال بيهم نساء وبيهم مشايخ يقول لك ولو تشيل لك حجر وتضرب ولذلك يقال أن جسد الحسين سلام الله عليه بعد أن سقط على الأرض وجدوا كوم من السهام من أعقاب السيف من العصى ومن الحجر والذي والذي ضرب الحسين في جبهته رجل من هؤلاء ضربه بحجر على جبهته فانكسرت جبهته فرافع ثوبه حتى يمسح الدم فبان بياض صدره فرماه رامي شمر أو غيره في قلبه بسهم فسقط من على الفرس محور حياتك شنو شوف المحور ما لك وين محور حياتك عمل صالح اشقد ما تريد تنافس مع الناس في العمل الصالح تريد تبني لك مدرسة مسجد ميتم نافس وياهم اجمع الأموال لهذه الأمور لكن تجمع الأموال بس تزيد أرقام حساباتك في البنك هذا مانع لك وحجاب بينك وبين هذه الحقائق التي ذكرناها أن الله يريدنا الخير بعدين الله يهدد الله يهدد والذين يكنزون الذهب والفضل يعني يعمل كنز الكنز يعني المال الذي تحتفظ به وتخفيه على الناس الكنوز التي تكتشف لأن سابقا سابقا ما كانت بنوك وإنما يخلون أموالهم ذهب فضة دينار ذهب ودرهم فضة يخلوه في أشياء ويدفنوها في الأرض أو جدران أو ما شابه ذلك والذين يكنزون يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هذا الذهب والفضة يجيبوا يوم القيامة يحموا في نار جهنم ونار جهنم أكثر حرارة من نواة الشمس يعني كم مليون درجة في هرنهايت في وسط الشمس لأن الشمس يلقى بها في نار جهنم فتضج من حرارتها يوم يقمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون انتو كنستوا هذه خلناها لكم جبناها هنا جبناها إلى يوم القيامة الله يهدد شوف المال عبد ممتاز ولكنه سيد سيء إذا كنت تتحكم في مالك وهو عبد لك فهذا أمر جيد يعني المال بصفته الشخصية إذا صح التعبير المال لا معنى له من قدر نقول حلال من قدر نقول حرام العلاقة مع المال نوعية تصرفك مع المال صار عندك شوية فلوس وين تصرف هاي الفلوس تصرف ها في الحلال أو تصرف ها في الحرام يعني المال عبد ممتاز إذا تحكم فيه وسيد سيء آيات عديدة في كتاب الله رب العالمين يتحدث عن المال وأهم ما يذكره هو الإنفاق إن عليك أن تنفق من مالك طبعا من كل ما يرزقك الله عليك أن تنفق لسانك لازم تنفق من عنده وشخصيتك لازم تنفق من عندها شلون أنا أنفق شخصيتي واحد جاي عنده حاجة يطلب من عندك أن تتوسط في حاجته عنده شخص آخر واقتمال قوي أن هذا الرجل الذي تتوسط عنده يهينك ومن ثم يرد طلبك ما يخالف أنفق من شخصيتك أنفق من لسانك أنفق من عمرك ومما رزقناهم ينفقون سواء كان طعاما أو كان مالا أو كان أي شيء زكاة العلم شنو نشره لكن اليوم عندهم زكاة العلم شنو كوبيرايت اليوم زكاة المال إلى قيمته ما إلك حق أن تستفيد من كتاب وتنشر حتى أنه في القوانين الأمريكية أن من ألف كتابا ونشر سطر واحد سطر واحد نشر من كتاب ثاني بدون إجازة هذا يحاكم ويحاسب ويغرم ليش أنت نشر يتفرض معلومة من شخصا آخر على كل حال في الإسلام الإنفاق من كل شيء خاصة في المال وكلمة النفق هو النفق المعروف يعني إذا حافرين أكو مكان مرتفع وأكو مكان حفرة هذا الحفرة لازم اطمها بماذا بالمال بمعنى أن هناك فقير لا يملك قوت ليلته وهناك غني لا يدري ما الذي يفعله بماله هذا لازم ينفق هذه الطبقاتية أن يكون هناك طبقة فقيرة أو طبقة غنية هذه لازم نرفعها نرفع مستوى الطبقة المتوسطة ولذلك عندنا أحكام شرعية يعني الحقوق الشرعية لازم تدفعها بالإضافة إلى الحقوق الشرعية يقول ربنا عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يسأل الإمام الصادق هل هذا هو الزكاة قال لا هل هذا هو الخمس قال لا هذا شنو هذا الانفاق اللي غير الواجبات اللي نعرفها إحنا قال يوم الحصاد مجتمع كان زراعي في ذاك اليوم أنت إذا تحصد الزرع مالك وإذا بسائل يمر من أمامك ويسأل منك أو وسائل فقير وأنت تعرف أنه فقير لازم تنفق عليه لازم تعطيه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يعني ليش الناس يخفون أموالهم ليش لأن أي واحد اللي يشوف المال يطمع به إذا الفقير فهو يتحصر على فقره وإذا هو مو فقير هم يريد يملك أكثر من صاحبي يتنافس في جمع الأموال ولذلك الناس يخفون أموالهم أنت عليك أن تردم هذه الهو وما بين الفقير وما بين الغني وإلا فإن المال يجرك ويجرك ويجرك إلى جهنم كذلك فيما يرتبط بشهوة النساء شهوة المرأة كذلك لا تجعل همك هي إشباع شهوة الجنس عندك ولا تجعل همك شهوة الملك وسبحان الله شهوة الملك من أقوى الشهوات في الإنسان حتى أنها أقوى من شهوة الحياة وهي التي يضرب بها المثل شهوة الحياة يقولون أقوى الشهوات في الإنسان بس كم من الناس يقومون بمحاولات فاشلة لاستلام السلطة ويعتقلون ويحكم عليهم بالإعدام ويعدمون ويقتلون يعني قدم شهوة السلطة على شهوة الحياة لا أريد أن توسع في شهوة الملك لكن الذي جاء بعمر بن سعد لقتل الإمام الحسين شهوته في الملك يقول ملك الري كان في ري صار تمرد صار تمرد على الحكم حكم حكم يزيد بن معاوي فطلبوا من عمر بن سعد أن يذهب إلى الري ويخمد التمرد وإذا خمد التورد التمرد هذا يكون هو الحاكم على ري ري قرية قرية من قرى طهران سابقاً الآن جزء من العاصمة فيوم اللي يجع عبد الله بن زياد قال لي قبل ما تروح للري تروح للقتل الحسين قال لي ما أروح ليش أنا وليش كان يريد يريد ورط عمر بن سعد لأن عمر بن سعد من قريش حتى باشر بناء على العادات العشائرية ليقولون عشيرة أخرى قتلت الحسين يريد يورط عشيرة الحسين وهي قريش واحد من عشيرة الحسين قال لي ما أروح طيني مهلة وكل من استشارهم أشاروا عليه أن لا يذهب إلى قتل الحسين على كل حال أجي يوم ثاني قال لي ما أروح قال لي جيب سكل لي أعطيناك لملك الري قال لها لا أروح أروح يقتل الحسين مننا ومننا يروح لإخماد التمرد في الري ويصير حاكم على الري لكن لا ربح ملك الري ولا ربح الآخرة وإنما كان من الخاسرين الذين خسروا دنياهم وآخرتهم ذلك هو الخسران المبين هنا ملاحظة أقولها وأنهي كلامي الملاحظة هل يمكن أن نجمع بين الدنيا والآخرة وهل أن الشقاء الدنيا بالضرورة هو نعيم الآخرة أو بالعكس نعيم الدنيا معناه شقاء الآخرة له ليس بالضرورة ذلك هناك أناس خسروا الدنيا والآخر وهناك أناس ربحوا الدنيا والآخر لا نشك في أن النبي سليمان بن داود هو من أهل الجنة وهو الذي ملك وكان يتحكم في مصائر الناس والحيوانات وكان يحكم الجنة والإنسة والطيور ويعرف منطق الطير ويعرف أيضا منطق النمل قالت نملة أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده جاب النملة النملة هي بالقوة تقدر تشوفها فكيف تسمع كلامها واستنطق النملة لماذا قلتي أنه أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده قالت خفته من أن النملة يرون عظمة ملكك وعظمة ملكه كان دائما أمام الناس عند بصاط يشيل أربعة آلاف شخص وهذا البصاط ينتقل من هنا إلى هناك فينسون الله وعظمته فشاف هذه النملة تفتهم طبعا الله هكذا أوحى إلى النمل ما أوحى وعطاها من الوعي ما أعطى قال إن صاحيني يا نملة إن صاحيني قالت له أتدري لماذا جعل الله بصاطك على الريح على الريح قال لماذا قال حتى الله يقول لك تركوا هذا بصاط كمثل الريح ما كل يوم نقول هذا باطل وقبض الريح شنو قيمة الريح الدنيا تنتهي على كل حال لنا رب يريد الخير لنا ولنا عدو يريد الشر لنا وهذا يمنعنا من أن نعرف الحقائق وأن نمشي على الصراط المستقيم سواء كنا في عهد الإمام الحسين أو اليوم أو غدا رب العالمين يريد منا أن نكون معه صفر إلى جنب الواحد صفرين إلى جنب الواحد مو أصفار بلا واحد أن نكون مع الله وأن نكسب رضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر